اشتركوا في القناة راح اتكر مجموعة من التغييرات بشي معين طبعا اليوم راح اتكر لكم الPVP بالنسبة للداركزون والكونفليكت والتغييرات اللي راح تصير بها بالنسبة للداركزون طبعا خلونا ندخل مباشرة حتى لا يطول الفيديو عليكم بالنسبة للداركزون راح يلغون نظام المساواة اللي موجود بالداركزون يعني لما تدخلوا دروعك تدخل البلد مالتك 400 او 500 دروع تدخل للداركزون الاعتيادية تلقى انه كل الارقام هاي تتخفض وسووا لك مساواة مع اللاعبين البقية فهذا الشي راح يلغوه الصراحة هذا تغيير ايجابي انا شوفه ومفيد جدا راح يخلي اللاعبين ما يحيرون بين البلدات ويسوون بلد خاص للداركزون المحتلة وبلد خاص للداركزون الاعتيادية وهاي الامور وياخذ مكان بالاستاش اللي عندك على العموم راح يكون عندك شي واحد بلد واحد تقدر تستخدمه سواء بالمحتلة سواء بالداركزون الاعتيادية وما راح تتغير القيم اللي انت تعدلها او تضيفها لهم هذا شي ايجابي وجيد جدا طبعا اكيد بالنسبة لللاعبين اللي غير سكورهم او عتادهم اقل الخمسمية راح ينطوهم شوية بوف خلي ينطيهم بوست حتى يقدرون خلي نقول يقدرون يوازون اللعب اللي موجود بالداركزون ويلاعبين البقية ويقدرون يدخلون يكون دخول الداركزون اسهل بالنسبة لهم بالنسبة للتالنتات طبعا اكو تغييرات بالتالنتات بس بالنسبة كواجهة انو التالنت يكون PVP وPVE هذا شي مستمر وما تغير شي راح تبقى التالنتات اللي موجودة لارقام راح تختلف بين PVP والPVE كما تشوفوه حاليا باللعبة اضافة لهذا السبليز طبعا عفوا واجهة المستخدم راح يحاولون يطورون واجهة المستخدم بالنسبة للPVP يعني لما تدخل تشوف شغلاتك بالPVP راح يخلو لك ياها اسهل تشوف كل التعديلات اللي عندك كل شي بشكل بسيط وسلس طبعا بالنسبة للسبلاي راح يبدي السبلي يوقع بكل الداركزونات اضافة للمحتلة ايضا لانو ما كان يوقع سبلي دروب بالمحتلة حاليا راح يبدي ينزل سبلي دروب حتى بالمحتلة واكيد راح البلاك تاسك او الانياب السوداء راح يبدون يحمون هاي السبليز اكيد اضافة لهذا راح يخلو المواقع مختلفة للسبلايز تنزل بها سبليز حاليا اكون مناطق محددة توقع بها سبليز دائما راح يبدون يضيفون مناطق اخرى اضافة لهذا ممكن السبلي يوقع باللاند مارك يعني يوقع باللاند مارك اكتف فاول ما يوقع باللاند مارك راح يكون بهذا اللاند مارك موجودين اكثر من بوس فتقدر تفرن بوسين سوى نفس الوقت وتحصل السبلي واللاند مارك مع بعض اشوف هذا شي جميل ايضا بالنسبة اي ذاتري تحصل موارد كذلك بالنسبة لعرين اللصوص طوروا وعرين اللصوص راح يبدي الفندور اللي موجود او المتجر اللي موجود راح تقدر تشوفه بالخارطة الاساسية بالماب الاساسي راح تعرف انه هو باي دارك زون من دارك زونات اللي غير محتلة الدارك زونات الاعتيادية لانه راح يبدي يتحرك بين الدارك زونات الاعتيادية اي واحد من عندهم ممكن يكون تقدر تشوفه من الخارطة كذلك البندور او المتجر اللي موجود داخله راح يبدي ياخذ من عندك موارد دارك زون حتى تشتريه من عنده حتى المتاجر اللي موجودة خارج الدارك زون راح يبدون ياخذون من عندك موارد دارك زون لما تريد تشتريه من عندهم اضافة الى عملة اللعبة هذا كان بالنسبة للتعديل الموجود بالنسبة للعرين اللصوص طبعا الماتش ميكينج راح يحسنون جودة الماتش ميكينج يعني تقدر تحصل لما تبحث عن اللاعبين تقدر تحصل اللاعبين بشكل أكبر مما هو موجود حاليا إضافة لهذا تعديلات أساسية يعني تعديلات عامة باللعبة دارك زون الاكستركشن يعني الاستخراجات ممكن ينصبوا لك كمين بالاستخراج بالنسبة للأم بي سي يعني الام بي سيز ممكن ينصبوا لك كمين داخل الاستخراج لما تطلب استخراج يعني ممكن شي نوع من التغيير بالنسبة للإستخراج اللي موجود بالدارك زون كذلك لما تهكر التيرمنالات اللي موجودة شايف التيرمنالات اللي موجودة بالدارك زون الاعتيادية لما تبدي تهكر هذول التيرمنالات بالدارك زون طبعا راح يكون أيضا موجود بالدارك زون المحتلة كذلك راح يبدي يكون شغال ممكن او عفوا ما راح يكون شغال فقط بالداركسون الاعتيادية راح يبدي اول ما تهكر هذا التيرمينر راح يخلي لك الموارد اللي قريبة عليك يكونون هايلايت او يكونون واضحين ومميزين تقدر تشوفهم الموارد اللي موجودة حوالك مثل ما يحدث لما تنطي موارد لنقاط السيطرة تلقى انو اللوت اللي حواليك كله يكون مضوي يعني علي ضوء تقدر تلقيهم وبسهولة بالنسبة للكون فيليك طور الصراع طبعا طور الصراع راح يعدلون علي الواجهة واجهة الفوز والخسارة الموسيقى اللي موجودة اضافة الى مكافآت سواء فزت او خسرت راح تاخد مكافآة اذا فزت راح تاخد مكافآة اضافية اذا صعدت ليفل تاخد مكافآت راح يضيفون ايضا المشاريع راح تتقسم المشاريع بين الداركسون الاعتيادية وبين الداركسون عفوا انا احب الداركسون لذلك دائما بالي بالنسبة لطور الصراع راح يخلون مشاريع بين الداركسون وبين الطور الصراع يعني تقدر تخلصهم هنا وهنا فراح يوزعوهم بيناتهم تقريبا هاي كانت اغلب التحديثات اللي راح تيجي بتايت الابديت ستة بالنسبة لطور الصراع وبالنسبة للداركسون طبعا اكو تغييرات هواية راح اتكره بالفيديوهات القادمة ان شاء الله اتمنى هذا الفيديو يكون مفيد وبسيط وسريع لكم اشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة